خليني أتحدث بالموضوع الإيراني والأوكراني بتقديرك ضربة أصفهان في يد للأوكرانيين فيها؟ طبعا ما في يد للأوكرانيين فيها لا من بعيد ولا من قريب هي ضربة قام فيها الإسرائيليين وهذا الشيء الأمريكان أصدقاء إسرائيل صرحوا هذا الشيء في الميديا في الإعلام كل الإعلام الأمريكي تحدث بصراحة ووضوح إلى أن الوقت المتحدة حبت تقول أنه أنا ما نشريك بهذه الضربة لأنني ما زلت أطلب وأحاول أن أستعيد إيران إلى صفي وأن ندخل بتحالف كما كان أيام أوباما بتوقيع اتفاق شبيه باتفاق 2015 يحد من قدرات إيران النووية وينظم عمل مفاعلاتها باعتقد أنا أنه الأمريكان ما رح يكونوا ناجحين بهذه الخطوة مثل كان خطوة أوباما غير ناجحة وكان إعطاء لسوريا لإيران جائزة ترضية لكي تقوم بقصف وقتل السوريين من أجل على قربان توقيع الاتفاق النووي الآن يريد أن يتساهل ويتغاضى عن إمداد روسيا بالأسلحة وضرب أوكرانيا من أجل مرة تانية من أجل الاتفاق النووي مع إيران والنظام الإيراني بتقديرك لن يدفع ثمن مساعدته لروسيا عسكريا ضد أوكرانيا؟ إذا وقع الاتفاق النووي أمريكا سوف تغض الطرف عن كل ذلك يعني ضربة أصفهان ليست مرحلة جديدة في المنطقة؟ أبدا طالما الأمريكان ما داموا معلقين آمال على استعادة الإيرانيين وعودتهم إلى الاتفاق النووي والآن هناك وسطاء عديدين قطريين وعمانيين وأوربيين يتواصطون لإحياء هذا الاتفاق النووي عندما يسقط الاتفاق النووي ويقول تقول الوقت المتحدة الاتفاق النووي وينتهى سوف نقوم بإجراء حقيقي لمعاقبة إيران على البند السابع كما تنص الاتفاقي قرار الأمم المتحدة عند ذلك نقول أن إيران سوف تحاسب على جرائمها في المنطقة لحد الآن كل الجرائم التي ترتكبتها في سوريا والعرب وارتكبتها في أوكرانيا وارتكبتها ضد الجيش الأمريكي سوف يكون مغفور عنها إذا وقعت الاتفاق هل ترى بأن جذوة التظاهرات تعود وشعلتها من جديد الآن؟ المظاهرات لم تتوقف ولا لحظة واحدة ولكن المشكلة وين؟ أنه الغرب الليبرالي لم يساعد الشعب الإيراني الغرب الليبرالي يريد نظام الملالي أن يبقى ويوقع اتفاق نووي حر لنفسه ولكن ليس حر في الأطراف ليس حر في الأطراف في الأطراف يشجع الدكتاتوريات والتحالف الأمريكي مع السيسي مع نظام الملالي هو أكبر دليل على أنه الغرب يريد ديمقراطية أنانية لنفسه ولا يريد للديمقراطية أن تشيع في الأطراف خلي باللويش رب ميتها ساعتها شكرا لك أستاذ صاحب أهلا وسهلا شكرا لكم مشاهدين الكرام على طيب المتابعة دمتم في أمان الله شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم شكرا لكم